الحاجة الاخيرة قبل ما نطلع لفاصل في مجموعة من اللاعبين كانت تتمرن خلال الفترة السابقة مع ميستر كولر في النادي الاهلي اللاعبين هقولهم لحضراتكم مازن اسامة واحمد سادة عبدالنبي وحمدي ياسر ومحمد شرقية وكريم عثمان واسلام عبدالله واحمد اشرف وميدو نبيل جانب الاتنين الحراس حازم جمال وعمر كمال عمر كامل حارس موريدة الفين وستة اللاعبة دي هتنزل خلال فترة القادمة هتنزل تتمرن مع فرقة في قطاع الناشئة بالنادي الاهلي علشان العدد كبير والفترة اللي جاية النادي الاهلي محتاج يركز في بطولة افريقيا وفرقة اتحاد المنستيري لكن الحاجة الحلوة والحاجة الاجمل لما الكابت المحمود الخطيب يكون موجود في تمرين الفريق الأول بالنادي الاهلي وعلى هامش المران كابت المحمود الخطيب يقف مع اللاعبة دي واحد بقيمة وقامة الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورمز كبير من رموز النادي الاهلي وهو بنفسه يقف مع التكلم مع اللاعبة دي ويديهم دفعة معنوية كبيرة عشان الفترة اللي جاية يقول لهم كل التقارير اللي جات من كولر كلها تقارير إيجابية عن نوكو نوكو اشتغلتوا كويس وعملتوا فترة اعداد ممتازة لكن الفترة اللي جاية هتنزله مع فرقكو في كتاع الناشئين وتلعبوا المباريات الرسمية في دور الجمهورية شدوا حلكو علشان لانظر عليكم علشان الفترة اللي جاية الفريق الأول هستعين بيكو مرة تانية هو ده الكلام الإيجابي ودي الدفعة المعنوية الكبيرة من واحد من نجوم النادي الاهلي واحد من أساطير النادي الاهلي ورئيس مجلس دارة النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب